اشتركوا في القناة من طلاب قسم العلاج الوظيفي في الجامعة الأردنية بهدف دعم الصحة النفسية للأحداث المبادرة هي عبارة عن مشروع تخرج قام به تسعة طلاب حيث أمضوا وقتاً مع عدد من الأحداث وشاركوهم بنشاطات مختلفة بهدف تحسين حالاتهم النفسية ليتخرجوا من هذه المراكز محملين بأخلاق عالية وطقة إيجابية مختلفة عن التي رافقتهم عند دخولهم مراكز الإصلاح مبادرتنا بشكل عام هي كانت لدعم الصحة النفسية احنا اخترنا فئة اللي هي مهمة شي شوي بالمجتمع اللي هي فئة الأحداث تخصصنا لندعم هاي الفئة من الناس وروح نشتغلنا معهن عدة فعاليات لحتى ندعمهن نفسياً ندعمهن كمان معنوياً فكان بصراحة تجربة كتير حلوة خاصة إنه المجتمع يعني مش كتير عم بعرف عن هاي الفئة ويمكن كمان نظرته سلبية شوي لهاي الفئة فحبانا إنه نشتغل معهن ندعمهن ونوعي المجتمع أكثر يعني ليشوفوا الصورة الصحة يمكن وفيه أشياء يعني عن جد مخفية اللي إحنا ما كناش نعرفها وتم خلال الحفل عرض فيديو تضمن أراء المجتمع بفئة الأحداث وفيديو آخر عن نشاطات التي قام بها الطلاب معهم إضافة إلى كلمات تحدثت فيها إحدى الطالبات عن أهمية العلاج الوظيفي لهذه الفئة إذ يساعد على تحسين تطور الشخص وزيادة استعداداته للاستقلالية عوامل انحراف الأحداث أولاً عوامل التكوين الشخصي في انحراف الأحداث وهي العوامل الجسمية وعوامل الانحراف النفسية العوامل الجسمية مثل اضطرابات في النمو العوائق الجسدية أمراض الضعف العقلي الانحرافات الجنسية كعشق الذاتي وعشق الصغار وعشق كبار السني وعشق الجثث الموتى وقت تم الحفل بعرض راب قدمه أحد الطلاب ولقى إعجاباً من الطلبة الذين تفاعلوا مع الأغاني الهادفة التي قدمت إلين يوسف رؤيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة